اهلا وسهلا فيك دكتور حضرتك طبيب توليد واختصاصي بالامراض النسائية اهلا وسهلا فيك ببلاتو مونيكتوك بونجور بونجور دكتور منسمع بالـ HPV كتير ايام بس ما منعرف تفاصيل عنه قبل هيك ما نحكي كتير عن هيدا عن هيدا الفيروس بهمني اول شي نعرف الناس شو هو الـ HPV الـ HPV هي عدوى تنتقل من خلال الاتصال الجنسي هيدا العدوى هي الاكتر وجودا بالعالم هيدا العدوى الـ HPV هو عبارة عن اكتر من مئة فيروس مرقمون بالارقام اجمالا الجنس البشري بيلقوا تقريبا 30 ل40 فيروس من الـ HPV اسم من هادي الفيروس بينقسمه لقسمين هني اسم بيعملي كانسر على مدى طويل واسم بيعملي تواليل اجمالا الـ HPV تيقدر يعيش بالجسم بدي يفوت على قلب الخلية وقتا بيفوت على قلب الخلية هوني في عنا شي كتير مهم هي مناعة المرأة اذا كانت المناعة جيدة لحتفوت الـ HPV على قلب الخلية وما تعمل لي تخربطات او تكاتر بقلب الخلية تبع المرأة لهم تكاتر غير طبيعيين لحيوصلونا لكانسر او لحيوصلونا لتواليل من الـ HPV في عنا هادي النوعين اللي كتير لازم نشير الون لهم النوع اللي بيعمل تواليل لهم اكتر نوعين هني رقم 6 ورقم 11 كما انه اللي بيعملو لنا كنسر اهم نوعين هني رقم 16 ورقم 18 حلق دكتور قلتلي حضرتك كيف بينتقل هيدا الفيروس بس اليوم نسبة الاصابة فيه في لبنان نحن نعرف انه هي نسبة عالية او نسبة تناؤل وخلينا اقول لتعبير الصحي نسبة العالم يلي عندن علاقات جنسية اجمالا اكتر من 80% مصابين من الـ HPV بس هوني بين هلالين مشكل شخص مصاب بالـ HPV معناته هيدا الشخص بده يعمل كنسر او هيدا الشخص بده يطلع له تواليل اجمالا كله حسب المناعة طبع الشخص اذا المناعة جيدة محتمل يكون الشخص لقيت هالـ HPV ويعيش معه كل حياته وما يعمله ولا مشكلة بينما اذا كانت المناعة ضعيفة محتمل هذا الشخص اذا لقيت الـ HPV يلي بيعمل لي كنسر لحنوصل ويعمل كنسر اذا كانت المرأة مش عم تتابع عند حكيمة وتركي حالة تاني شي اذا كانت لقت النوع يلي بيعمل تواليل لحتوصل ويطلع عندها تواليل دكتور رح نرجع نحكي بسيء الحلقة عن كيفية الوقاية من هذا الفيروس ولكن بداية كيف بينتقل هذا الفيروس من شخص لشخص إجمالا بـ 98% متل ما قلت قبل انه بينتقل من خلال الاتصال الجنسي من خلال العلاقة الجنسية بينتقل هذا الفيروس بس بـ 98% بيفضل عندنا في بعض العالم بيقدروا يلقطوا من خلال التلامس يعني مثلا إذا حدا استعمل المنشفة تبا غيره وأول شخص كان عنده الـ HPV أو إذا الـ Underwear حدا كان لابسه عنده HPV في حدا تاني يلبسه وراءه أو من خلال التويلت توالات الكرسي كانت موصخة في احتمال نلقى الـ HPV طيب نحنا كيف منعرف أنه نحنا حملنا هيدا الفيروس شو العوارد يلي بتبين على جسمنا يلي منقول هون لازم نزور طبيب إجمالا الـ HPV ما عنده ولا عارض إن كان النوع اللي بيعمل كانسر أو النوع اللي بيعمل تواليل ما في عوارض إذا بدنا نعتبر تواليل هني عارض فينا نقول أنه في احتمال يبين عنا تواليل بالمناطق النسئية أو التانسولية دكتور كنزكرت حضرتك أنه كمان قبل أنه معقول ننصاب نحنا بهيدا الفيروس وما نعرف هل معقول تبين العوارد بعد فترة طويلة من ما نلقى الفيروس يعني يقطع أكتر من سنتين ثلاثة بعدين تبين على جسمنا العوارد الـ HPV وقتا نلقته مش تغلي تاني يوم اللي حيكون عنا كانسر أو تاني نهار اللي حيطلع عنا التواليل في عنا فترة زمنية بخلالها هيدا الفيروس إذا كانت المناعة ضعيفة بذكر بيعمل تكاتر للخلية بشكل غير طبيعي هذا التكاتر يا أما بده يوصلني بعد كم سنة يعمل كانسر وإجمال أنت يعمل كانسر في عنده مراحل بده يقطع فيها هي المراحل مثلا بين سنة لخمس سنين بده يعمل تخربتات نسميهم pre-cancerous legion الآفات من قبل السرطان لهن تخربتات نقدر نلقتهم من خلال فحص مسحة عن الرحم جمالا كل مرة لازم تعمله سنويا وعلى أقصى حد مرة كل سنتين نقدر نلقت هيد الآفات قبل ما توصل للكانسر وندوية قبل ما نصير كانسر طيب دكتور اليوم إذا نحنا لقتنا هيدا الفيروس متل ما ذكرنا هالتواليل يلي بيطلعو لنا بجسمنا يقال أو ما بعرف إذا مزبوط أنه نحنا بس منحرق هالتواليل منكون خلصنا من الفيروس ولا لأ العلاج هو متشعب أكتر من هيك متل ما قلتلك قبل أنه الفيروس هو يبيعيش مع الإنسان كتير لا للعالم اللي عندهم مناعة بتقدر تخلصهم من هيدا الفيروس بس في حال ضل مع الإنسان أهم شيء المناعة تكون هي مسيطرة على الفيروس وما يعمل لي تكاثر غير طبيعي لخلية بقدر ساعد مناعتي أنا كيف نساعد مناعتي فينا نساعدها بثلاث طرق أول طريقة فيني ساعدها من خلال استعمال الواق الزكري تما ألقت شيء من الشريك تاني طريقة بقدر استعمالها هي الفحص السنوي للمرأة تروح تعمل خاصة مسحة عن الرحم وثالث طريقة في عندنا الطعم اللي هو بيأمن حمية أكثر بأول مناعة مش نهايك بساعدنا لنحمي حالنا من نلقت هيدا الفيروس يعني اليوم دكتور نحنا عم نحكي عن فيروس أصعب للـ HIV نحنا عم نحكي عن فيروس محتمل يموتنا محتمل يوصل للموت في حال ما كان في توعية كافية في حال المرأة ما كانت عم تتابع خطورة الـ HPV مش بالنوع اللي بلقته ولا الخطورة تبع الـ HPV هي بعدم المتابعة المتابعة المنتظمة عند الحكيم وضروري المرأة كل سنة لماكسيما وكل سنتين تعمل مسحة عن الرحم تنطمن إذا هذا الفيروس إذا كان موجود عم بيعمل لي مشاكل عم بيعمل لي تكاتر غير طبيعي محتمل يوصلني لمرحلة الكانسر حلق هون أنا بدي أسألك عن الوقاية إذا الإنسان بياخد برب بيقدر يحمي حاله كمان من الـ HPV ولا بس من الـ HIV إجمالا الحمية من الـ HPV هي نمشي بثلاث طرق ما في طريقة رابعة مثل ما سبق وذكرت القندوم واحد منهم بس القندوم ما بيحميه مية بالمية صحيح تاني طريقة في عندي المسحة المرأة رائب حاله إذا هالخلية عم يتغيروا وتالت طريقة هو الـ ناخد الطعم تقوي المناعة لأنه المناعة هي الأساس بالـ HPV إذا المناعة ضعيفة لح يبين الفيروس ويعملي مشاكل أكتر وإذا المناعة قوية الـ HPV لح تكون لقته المرأة بس ما يعمل لها مشاكل فكتير مهم المناعة تكون قوية عند المرأة تما يصير عندنا مشاكل حلق أنا كنت سألتك عن الـ PRAP إذا بدنا نعرف الناس أكتر عن الـ PRAP يلي ما بتعرف يمكن المصالحات الطبية يلي هي بتحمينا من HIV إجمالا تنحمي حالة من الـ HIV في طريقة وحدة إنه تكون العلاقة سليمة وبعيدا عن يعني يكون استعمال الواقع الزكري هو أهم شيء ما يصير فيه الفيروس ما ينتقل عند الشريك أوكي دكتور كنت حكيت حضرتك ذكرت اللقاح بأي عمر الإنسان بيقدر ياخد لقاح للـ HPV؟ بالنسبة للقاح الـ HIV هو يتأخذ ما بين عمر الـ 29 و 26 سنة HIV HPV HPV ما بين الـ 29 و 26 سنة إجمالا هذا في عنا عدة أنواع للـ فاكسين هني عبارة عن ثلاث أنواع أول نوع هو بيفالان يعني بيغطي نوعين HPV بهني 16 و 18 لهني أكتر نوعين بيعملولي كانسر أوكي تاني نوع اللي هو كوادري ، بيغطي لـ 4 orang EHPV اللي هني أكتر نوعين بيعملوا كانسر هني 16 و 18 وكمان 6 و 11 هني أكتر نوعين بيعملولي كانسر وإخر نوع فاكسين هو هني نوانة اللي بيغطي لـ 9 أنواعي احمد هني يغطي أكتر 2 بيعملوا كانسر زيادة عليون 5 أنواع بيعملو كانسر كمان اللي هني 31, 33, 45, 52, 58 إجمالاً هذا الطعم مفضل يتأخذ عند الأشخاص اللي بعد ما قاموا بعلاقات جنسية لتنقو الحماية تنصعب على الـ HPV تنستبق تنستبق الأمور هون كمان دكتور سؤال هل اللقاح اللي عم نحكي عنه هل هو متوفر من وزارة الصحة مجاناً للمواطنين مثل اللقاح الـ HIV لا بصراحة هو مش متوفر مش متوفر من وزارة الصحة الشخص هو يريد يتفحقه يعني بعد وزارة الصحة ما بتغطي تكاليفه هل إذا إحنا بدنا نحكي كمان عن تكاليف اللقاح اللي هي باهزة على المواطنين أو التكاليف مقبولة وإذا المواطنين بدون يأخذوا هذا اللقاح ومثيون يتوجهوا عن الطبيب الخاص هل إذا بدون يأخذوا الطعم أكيد بدون يتوجهوا عن الطبيب الخاص بعمر بين 9 و 14 سنة إجمالاً بيأخذوا الطعمين يعني مرة تانية بيأخذوا الطعم أوكي فوق ال 14 سنة بدون يأخذوه 3 مرات أوكي يعني إذا كانت تحت ال 14 سنة الصبية بتاخده عند البيدياتر فوق ال 14 بدون تاخده عند الجينيكو أو عند البيدياتر إجمالاً مثل ما حكينا أنه فيه 3 أنواع للفاكسين كل واحد بيتاخذ بطريقة أوكي يعني هو الحكيم أكيد بيرشد مرادات كيف لازم يأخذوه الأسعار بتختلف بينهم الأسعار أكيد بتختلف تقريباً عندك فكرة بين قدية و قدية بتتراوح شوي غالي اللي بيغطي 9 أنواع قريب على 200 دولار أوكي اللقاحي اللي هو كمان معقول تكون السيدة أو الشخص بحاجة لأكتر لأكتر من مرة صح أنه مش ضروري بالدراسات هلأ الجديدة مش ضروري الشخص يكون مش عامل علاقات حتى هلأ في دراسات كثيرة بتحكي أنه فينا نوصل للـ 45 أو للـ 50 سنة تنعطي الطعم تا ما يكون بس هو وقاية تيكون بمحل عم بيعيالج المشكلة مثلاً إذا بنت لقطة الـ HPV نعم والـ HPV بدأت تكون لقطة نوع ومثل ما سابق أو ذكرت أنه HPV هو عدة أنواع تقدر تعمل نوع تاني اللقاح إذا هي لقطة نوع من هذا الموارس إذا لقطت نوع فيني أعطيها اللقاح تتحمي حالة من باقي الأنواع أوكي لأي عمر بيضل فينا ناخته هلأ في الدراسات عم تقولها 45 سنة ما بعد 45 سنة يعني ببطل هلأ هلأ ببطل الوخول على جسم الإنسان أوكي بس حسب هذه سيديس كتاب الكاب بركا يعني كل حالة بحالتها بنحكي فيها أوكي في يوم نضطر نعطيها على الـ 50 بس إجمالا لأنه HPV إذا بدوا يعمل لي مشاكل بدوا يعمل تقريبا بين 30 إلى 50 سنة في هالفترة أكتر نسبة بيعمل كنسر فيها أوكي وتاني شي بدي أذكر أنه كنسير عنق الرحم هو أكتر كنسير كان يقتل بالزمنات عند الصبايا قبل ما نلاقي الفكسين هلأ هو بالمرتبة الرابعة حسب كترته بالعالم أوكي فهو كتير موجود مش إنه مش كتير موجود هيدا المراد وسببه الأساسي هو هيدا الفيروس وهو HPV طيب هلأ بما أنه كنا عم نحكي عن لقاح أنا وياك دكتور لما ناخد هيدا اللقاح هل يعني جسمنا ما بقى يلقط هيدا الفيروس أو لأ نحنا ممكن نلقطه بس طريق التفاعل جسمي مع الفيروس رح تختلف هيدا سؤال كتير مهم مشان هيك في كتير حكمة بفضلوا إنه الفيروس ما يتاخد بوقت بكير يعني ياخده ولد أو بنت عمره عشر سنين في كتير حكمة بفضلوا إنه هيدا الطعم يتاخد بعمره كبير يعني خمسة عشر سنين أقل شيء لات يفهم الشخص إنه أنا أخد طعم أنا عم بحمي حالي زيادة مش معناته أنا ما بقى يلقط مشان هيك إذا حسب العلاقات تبعه مشان هيك لازم كل شخص يفهم يعني نسبة الإصابة هي اللي بتخف نسبة الإصابة بتقوي مناعتي أوكي وإذا لقته للفيروس ما بقى يكون أجرسيف قد ما هو أجرسيف يعني بتخفي مدار تبعه بتخف بتكون أقل طيب بعد ما ينصاب الشخص بالHPV هل معقول يقد العقم؟ إجمالاً الHPV ما بيوصل لعكم أوكي مع أنه هو عدوى تنتقل بالاتصال الجنسي بس هو ما بيسبب عكم حتى في كتير أيام منلاقي نساويين حبالة وعندهم HPV وما في مشكلة بولده وما في أي مشكلة وما في ضرر الولد وما في ضرر أبداً البيبي أبداً أوكي اليوم قلت اللي حضرتك كمان بالحديث أنه الإصابة بهذا الفيروس هي خطرة هو خطر هذا الفيروس نسبة الوفاة من الأشخاص اللي بيلقاتوه هل هي مرتفعة؟ نسبة الوفاة هي مرتفعة إذا في حال وصلنا للكانسر أوكي أوكي هذا الفيروس بيكون خلاص دخل على جسم الإنسان طالما المناعة منيحة حسب نشوف الفيروس شو عم بيعمل إذا هيدا الفيروس لحنا منعتنا مسيطرة عليه أوكي ما لح يعدي أوكي وفي حال صار في عدواء حسب مناعة الشخص التاني ضلة قوية ولازم كتير ننتبه على المراقبة على الفحص السنوي لأنه هو بمحال بفاجين إذا فيه تخربتات عم بيسيرو هالخلية عم لولي تكاترات صحيح والأهم دكتور يمكن نستبق كل الأمور بالوقاية أنا بدأت شكرك دكتور ليس زغبي على حضورك وعلى كل هيدا المعلومات القيمة أيها اللي زوتنا فيها عن HPV